السلام عليكم متتبعي وصفة اسماء مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد نشارك معكم طريق تحضير ايام لهم منزلي بدون مواد حافظة بدون كثرة المكونات بثلاث مكونات فقط نحتاج هنا الكوكاو برقيق هذا الشكل نحتاج هنا زيت الزيتون ونحتاج هنا العسل ممكن تستعملوا اي عسل العسل الحور او العسل عادي او الا انا غنستعمل هنا العسل ديال التمر هاد لاماك كنشريها من بيم زوينة في الصراحة وغادي ندوز طريقة ديال التحضير غنناخد هنا الصفيحة ديال الفورن اللي غنوضح فيها الكوكاو من بعد ماء مسحته مزيان مزيان مسحته وغادي نوضعه هنا وغادي ندخلو الفران حتى يتحمر ما نخليه شي تحرق هاكو بش ما كيعطيش واحد المرورة اه في في الماضاق غادي نشدو اي لو بغيتو تديرو بلمت في الصخوه ممكن انا غادي نحيد منه غير البعض منه اللي غنحيد لي القشرة البعض فقط ما غاديش نحيد لكل شي القشرة ومن بعد كيف ما كتشوفو انا خليش في شوية ديال القشرة ما شي كامل حيتها منه غادي نوضعو هنا غادي نطحنو شوية هنحاول انا ننطحنو حتى يطحن مزيان هنا يوم من بعد غادي نكمل لي آآ الطحين ديالو في في الخلاط الاخر هنخليه هنا حتى يطحن مزيان وهاكو بش كي يزيد يطلق الزيت او ما ننقدروش نضيفو ليها من بعد الزيت بزيف يعني ما غاي يستهلكش لينا الزيت بزيف من بعد وهنا كان هذا هو الطحين ديالو يعني الطحن لي رقيق متنية لش مزيان غادي نعاود نكمل لي الطحن ديالو ومن بعد غا ناخدو وغا نوضعو في الخلاط الكهربائي اللي غا نطحن في اللي كنتحن فيه العاصر غا نضيف عليه هنا زيت الزيتون غا نضيف فقط القليل حين ديجر كوكو تلق الزيت ديالو وغادي نبقى نكوب تدريجي القياس اللي غادي يقدني هكو بش ما كي يجينا الجاري بزيف غا ناخد هنا واحد الملعقة خاشبية غا ننخلط بيها من تحت هكو بش كينساجمنين الزيت مع الكوكاو بش ما تخسرش لينا الماكينة وغادي نبدأ نطحن هنا يا وانا عيني ميزاني يعني لكان خاص الزيت نقدر نزيت ولكن هنا كي بالي أنه فقط يمكن هالكمية كافية اللي كبيت وانا غادي نخليه يطحن كيف ما كتشوفو كي يطحن مزيان وبالنسبة للعسل غادي نبدأ نضيفه تدريجيا وكيبقى على حساب الضوق يعني الحلاوة كتبقى على حساب الضوق ممكن أن اللي كيبغي يحلو أنه يزيد الكيمية ديالعسل واللي كيبغي ناقص شوية راي يقدر يتحكم هو في الحلاوة ديال هاد املو بالنسبة للكمية اراني ما اتكرتش معاكم الكمية بالطبط يعني كتبقى على حساب الرغبة ممكن اي كمية تستعملوها يعني رابعة ديالكوكاو ميتين وخمسين جرام او لخمسمية او لديرو كيلو يعني الكمية اللي غد ديروها ديالكوكاو هي اللي غد ضيفو عليها الزيت تدريجيا كيبقى على حساب الرغبة ديالكم راه ممكن تديرو غير كاز ويقدر يخرج لكم قرعة ديال املو قدروا تديرو غير كاز ديال كوكاو وشوية ديال الزيت ويخرج لكم الكمية اللي بغيتو وكان هذا هو القوام ديالو كيجي رائع انتو ماللي كتتحكموا في القوام ديالوي اللي بغيتو خفيف او اللي بغيتو حاقد بزاف كيجي لها تشكل هذا رائع ادهنو به الخبز البطبط تفترو به في الصبح ممكن تستعملو في الخبز او اللي البطبط او اللي خبز طوست فطروبي او اللي تديرو في القوتي ما كيديرش الحرقة حين تمسوا بزيد الزيتون والعسل ديال التمر ممكن ديرو حتى العسل الحور كيبما قلت لكم او اللي تكتافيو بالعسل العادي اللي عندكم وكان هذا هو الطريقة ديالو وشكل ديالو بطريقتي الخاصة نتمنى هاتنا الاعجاب ديالكم ايه اللي اعجباتكم هاد الوصفة والطريقة ما تبخلوش عليها باللايكات ديالكم تعاليكم المشجعة بطارتاجي وفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باشتعهم الفائدة شكرا على المشاهدة وعلى المتابعة الى وصفة قادمة والى فيديو قادم بإذن الله